نحوال منبقى بأجواء الموضة لنخبركم عن مجلة فوق أريبيا اللي اختارت ان تصدر غلاف سبيشال لعدد شهر مارس اللي بتزامن مع عيدة السنوي الخامس تصدرت كل منا دين نسيب نجيم وهودا قطان وأمينة معادي الكوفر فوتو بهالصورة اللي بترمز دالمرأة العربية العصرية نحنا قابلنا منويل أرنو رئيس تحرير فوق أريبيا وسألنا عنه نحن قبلنا منويل أرنو رئيس تحرير فوق أريبيا وسألنا عنه فمنويل حب يوري العالم من خلال الغلاف صرت المرأة العربية الحائية علشان كده تم اختيار تلت نساء نكحين في مجالات مختلفة نحن موجود شنه بالبداية نسمق عمينا مادي الموجودة المتابعية بشيء بشيء السالات شهاجت عمل مع خدمة거든 مع ريانا مع كل سماية المتابعين المعنية نجاح حلو بس طريقه كتير صعب بدا تكون مستعدة انها تخود لها الطريق بكل سقة وبكل قوة والخطوة دي تحولت لحديث الكل من اول ما تم الكشف عن وجوه النجوم خاصة انهم ظهروا بطريقة متشابهة وبأزياء من اللون الاسود وجولد اكسيس وبانوا انهم اقوياء زي الواقع لكن احنا حبينا نعرف ردة فعل ندين هودا وامينة اول ما عرفوا انهم مع بعض وهيكتمعوا على غلف واحد ماذاсон يمكن ان اتهام الان Latexida it's different having celebrities сорov予 لكن كان uno 55 عبارات الحق원 especially the ladies love the concept and something funny that they all followed and love each other เพื่bb ان wingلدت América Amiana love the products of Uda all love Nadine to be wondering that they had met before but when they were on set وزي ما بقينا عارفين أنه العدد ده هيكون أكبر عدد في تاريخ مجلة Vogue وبيتضمن 500 صفحة يعني كونتنت كبير ومواضيع مهمة عن مشاهير ومؤثرين غير نجوم الكافر علشان كده كشف لنا مانويل أرنو بعض القصص اللي تم اختيارها مجلسة كونتنت تحضيرها أقصادت على حالات لديدة لا أعلم عن مئة من عاما أقصادت على سبيل الأمام فهو حادث عالفين وكارلة بروني ساكوزي كانت أولا السيدة من حانيا نحن نفتحهم يأرون بأمام المالية وكان كان مرحباً كم تفيدا منتعبون ونحن نمتع لتعرفين وعراء جميعاً هناك أخرى حقاً هي جداً تطبيق الاجباء على المشاوين الذي هو أجيبسان، إطاليش، مهترنت، أي جيدًا وهي موجود في الدولي، أنها كانت محاولة جهاز بالطبيعة وهي حدث مرحباً جداً لأجيبت لذلك بأنها كانت خلال عائلية في الأجيبت تجربت أمام من المثل المعائلات الأوليية ونذهبتها إلى الأجيبت تجربتها لتجربة المكان الذي أجلتها منذ قبل أجيبت أجيبت ترجمة نانسي قنقر